اشتركوا في القناة راح تترك مهنة حبها وهواية تشغلك راح تستغني عن حياة الرفاهية وأبسط التفاصيل اليومية أنتحت المراقبة تابعتك بحذر واخترتك عشان تقبل التحدي في تجربة هي الأولى من نوعها في العالم في هذا المكان ما في مجال للاستسلام فإما أن تكون خارج المنافسة أو داخل The Mall في الحلقة السابقة من دمول في غرناط دمول اقتربنا من نصف مليون ريال والأحصاب صارت مجدودة بنحط موضي قائدة بإذن الله بالترتيب عشان ليتملع الفاضل السرعة مطلب أساسي جداً والتركيز في التواصيل المهمة طريق طريق صار في تتش بين صلاح وماجد ماجد كان مرة مستفز وصلاح المجال الأخيرة كانت أبارع عندي كور وزدنا علىها إضافات البابي انتهى التحدي طريق الأحمر عشر نقاط ونص طريق الأزرق عشر نقاط ونص عوافظ صحة وعافية لهم بالأسف الفريق الأحمر رح نخسر منكم شخص طريق نتخارج نتمنى الفريقين الأزرق والأحمر والتوفيق نشوفكم على الخير نتمنى الفريقين الأزرق نتمنى الفريقين الأزرق هل هل يحصل على الخير ؟ موسيقى موسيقى هلو سهل فيكم في الحلقة ما قبل الأخيرة من دا مول على شاشة SBC ماجد وميلة صلاح وموضي ونايد خمس شخصيات دوية وجريئة ومغامرة كل واحد فيهم قدر يكسب الرهام بطريقة الخاصة كل واحد فيهم تحدى السعام اليوم المنافسة في غير ناطا مول تحولت من حالة احتجاز إلى حالة صراع على البقاء نهاية حلقة اليوم في شخص راح يكون خارج المنافسة في أربع أشخاص راح انتقلون معانا للحلقة الأخيرة مع مهمة جديدة وتحدي جديد وراح يكونون آخر مهمة وآخر تحدي نحو النص مليون ريال سعودي كل هذه التفاصيل في هذه الحلقة الحاسمة من دمار موسيقى موسيقى يلاله الميزيكي لآخر شيء شدق ما اسمعك كيف الحال خذ خذ اسمعлушي صلاة الله الاخير بالله ما اسمعتني وأخذ لا تعيد الصباح الروتيني اسمع اسمع المغنية هذه مرة تفوز قلي خلاص ما بيسلي معك بالبارح يعني اليوم الصباح حقي مختلف الحمد لله اليوم المبي تري غير نفسيتي كثير لأنه بس من وقت ما استلمته إلى اليوم وانا بس بأسمع أقول بشكل صد الفريق الأحمر ما غير اثنين اثنين يطلع واحد ويرجع اثنين أحس كده احنا قاعدين لسبب بس ما ادى شو همفوض ننطلع وما احنا قادرين ننطلع هلو هلو سيحنان المروقة ونشيطة ومصحصح صلاح وين اكامس كان بنا اتفاكي اليوم انه احنا نتقابل عند المكتبة في حال احد ضيعة ثاني او كان في شي مهم امس طول صلاح ملقينة طلع كان نايم ورح اجب لكم الفطور مت او مرة كان لحظة 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 مت كان او مرة ايام ايما ماكت موجودة ايام مرة واحدة ترى رحتنا من الناسبة الجوع امت ولا نا لانه ما في حال تالت انا خليكنا في انت روحين تل جنتلمان شاطئ ولدي الله انت روحين بكرة في دمتي وبعده لوقعت بكرة مقصوطة وماني سامعة احد سلام عليكم نحس مع غاني عالم اخر يعني بشتغل بالاساور اللي انا ليه فترة بشتغل عليها لو خسرنا وجاء في يوم انحنا تنازل عنك هالطول اتبقى انك ان انا هو الواحد يطلع بعدها ما ادخلين عنك صرنا نسوي اشياء وطار كارون ومي كانت تكمل اشياء عنك لانت ما كملتها احنا امس انطحننا عشان طلك من خطر انت في سوان كثيرة لعلينا لدرجة ان صلاح نفسه ما انقذ نفسه في تحدي امس لما احد يجي يتكلمك ويقولك يا صلاح شوف فريق كيف تخلى عنك ومفريق الاحمر يقولي يا عمي انت واصلا تخليتوا عني من اول حلقة انت بتكون معالي هاد ببات غفار ومفتوح اكيد انا معنك حبيبي بصراحة هحاول اطلعك ما اتسرت اعمل لك بعد ابس سوري يعني سوري بس ما رح اروح اتجيب البطن مرة هاني ويعبتي تحب ثقيل وانكبت لي والقهو انكبت وحوسه منقبلت هناك نايف صوت لكده نايف 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 انا كده حر لو اطلع عد ما اجده ماذا معنا نايف يعني مركزين عليه بسبب انه خلاص اخر قوياء الفريق الاحمر واخر افضل الطعفة بمعنى اصلاح اي اي اه ملاذي مكبور؟ مكبورة أنا صدق، لا أريد أن أموت يجب أن تفتغي اللهي وراء اليوم همه، لا يوجد أن أموت ثلاثة المشكلة أنت لا تتعرف، أنا من عندك تتعبانا، لو فطرت أتعب بزيادة الموضي لا تريد أن تأكل فقط قهوة وإذا أمكن قطعة موزة بسيطة، هذا الشيء لا أفضل يهمني أنها تفطر ويهمني أنها تأخذ طاقة لأنها لا تحمل لوصالها شيء لا يقدر الله أو أغمى عليها بسبب نقص التغذية كويس ما في منشار البالح نشرطك فيه كان قدامي وجنبي المنشار طول الوقت والله العظيم يأمس أني ماسك عصابي، أهم شيء لا طبعا أنا لازم أقول لك على حاجة أنت تكون متحمس لدرجة مرة تركيزك عالي في اللي فيه الدك شي طبيعي مع أنه أنت فض أكثر واحد يكون يطائع يعني يركز ويطالع كده بوجود زملاء القبل كنت يعني بلعب وبستمتع وفي أحد يوجه نايف ينسى نفسه فيبدأ يلعب الواحد شوية اليوم لازم نفوز بفارق قوي عشان كالعادة يكون فوزنا بجدارة يعني إحنا أوريدي دائما نفوز عليهم بس خلط بما أننا تعودنا الفوز لازم نفوز يعني كده بجدارة لاحد يقول نقاط أبدا اعتمادنا الكلي عليك تجيب لنا خبر نقاطهم سواء الخبر صحيح أو غلط ممكن يكذبون عليك لا تستبعد بطريقتك حاول تكرر السؤال لما تكرر السؤال على الكذاب ينسى ينسى إيجابتي بالمضوضة أن تكون استيعابك معنا أكثر مننا بكثير أو تلقطيها بدون أركز معك يعني أنا أعرف أن نايف مش واثق فيه مرة بس بيتصنع أنه واثق فيه عشان أعطوا اللعب حقه خلاص خلاص يعني أنا بس كنت أبقى كلمة كده الشيء وإن شاء الله أنه يعني لفط نظرك وفي نفس الوقت أنه حاول أصوي كويس في المسابقة يالله بيد الله مهمتكم اليوم تحتاج مهارة للحفاظ على التوازن أول ما شفت اللعبة ارتحت نفسيا أنه هذه هي اللعبة لأنه سبقوا لعبتها وأحب النوع هذا من الألعاب مرة متحمسة أني ألعب اللعبة هذي مبسوطة كثير في المنافسة راح تكون من خلال لعبة جانجة بهدف إظهار كلمة غرناطة لأحد جوانب المجسم بشكل عمود كلمة غرناطة راح تكون موزعة بلونين على كل فريق اختيار لون واحد طبعاً إذا طاحت راح تعيدو من الصفر وإذا ما طاحت فمعنات أنه أنت جامد جامد أنا صراحة أعرفت أنه هذا الشيء تساجر تركيز جداً عالي إلى تناغم جداً سريع راح تشافر سهلاً ما هي ذاك الصعب أبداً عالتك كيف؟ تبدأ دائماً من الجوالب؟ مشكلة في شيء واحد بسيطة بسيطة جداً راح تكون مشتركين في اللعبة يعني مرة إحنا ومرة هم مرة إحنا ومرة هم مهم يعني نختار استراتيجية معينة لأن وقتها ما كنت فاهمة هل الفريق الثاني معانا بنفس اللعبة أو إحنا الحال هم الحال بعد الفاصل تفاجأت أن اللعبة مرة حجمها كبير مو زي العادة نلعبها ابعدين لا ابعدين ابعدين لا صلاح خسارتنا تعني نهاية الفريق الأحمد ينفع مدك بذلك طريقة؟ يا صلاح الله يرحم والديك ابعدين قبل الفاصل آخر تحدي نحو نص مليون ريال سعودي أتبقى أنني هو الواحد يطلق هحاول أطلعك ما عد سرت أعمل لك بعد عمس نايف ما ينسى نفسه فيبدأ يلعب لواحده شوية هم لكم اليوم تحتاج مهارة لحفاظ على التوازن سيكون نرتبة غرناطة نكتب غرناطة نحن 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 نح بأمبوسنا نكتب من فوق الكهل ونفوق فرقيتها لا مكانا مكانا نبدأ من حرف الغاب أنا نبدأ أسحب التاع صحب خاص بس أسحب المفروض أنك تبقى مجميل مطلوب مننا أن نكتب كلمة غرناطة من فوق التحت تكون باتجاه واحد تفاجأت أن اللعبة مرة حجمها كبير وليس مثل العادة نلعبها هذا حرف؟ أهدأ بالدم طلعيها برا أهدأ بالدمان الساعة بعد 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 أنا أسحب وأنت أختار ما فهمت موضي موضوع اللعبة صح كانت تحاول تعرضني في أشياء أنا كنت مستعجر فيها أنا لا أريد أن أحد يعرضني خلاص أنه بدأت اللعبة وانتهى الموضوع ما في مجال النقاش تشوف كده أحسن؟ ليس بالطول؟ دعم سيبي 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 فما مداني أشرح قررت أنه نبدأ على طول اللعب وفكرت على طول باستراتيجية الفراغ والأمان لا لماذا نرصي كما هم رصين؟ هل هذا حرف؟ لا أصحبين هل هذا حرف؟ لا استفنا استفنا دعي دعي متأكد مئة بالمئة أنا ما قاعد أعمل هو كان مصير يلعب لوحده أنا لم أحب أن أكون مساعدة قد ما أحب أن ألعب معه في النهاية اللعبة للشخصين نستطيع أن نرص حتى لو فكت تستطيع أن يتم بقوة صلاح لسا مليان لسا لا تخلق لا صلاح في البداية كنت أحاول أني ما أشارك أو أنه حتى أخرج ما سمحت لنفسي ما قدرت صلاح شوي دفش فيها تركها مرة مرتين فاحتزت فقيت لي عطني مطرقة أنا لبطقة خفيف مويل فسحب شو 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 خفيف أسفل فقيت لي لا يسحب هذه لا لا راء راء أرنا 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 هذه الحرف لا بس 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 خلاص أخذ يدك بس 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 أبعد يدك أبعد يدك لا أبعد أنت أبعد يدك أرجع لك أني خربته توتر هذا شي طبيعي نتيجة أنه فوزنا وخسارتنا تعني نهاية الفريق الأحمر ألف هذا حرف أسحبي هذا حرف كمان كمان بس بشويش دفها بشويش 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 أيوه كمان كمان يال أسحبي هات لحظة هات سرع 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 لحظة يمديك توجهني بأي اسلوب أنت تشوفه لو أنا غلط بس أنا مغلط عشان أنت تكون مستفز هات حرف لا يلا أعطني سرع سرع لحظة وصلني لمرحلة لا يمكن الجامل أو نكون دولوماسيين يجب أن نعمل بتكاتف واحد الخطأ خطأ والصح هات حرف هات حرف انت مفوض كنت تفكر الحركة دي من الناس حيشوفوها حيزعب يعني انت ليش كده تتصرف مع بنتي اتحدها رأخلي نوت لنا بدأ التهتس دقك يا ماجة تغلط مرة تخليه ثابت كدفش كمان أنا ما بغيت أقطيه فاصلت أطقها بمره بخفيف والاشياء التي تصعبها يعطيها ميلة هي تطقها بالخفيف دأ ميلة 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 دقها صعب قصر او او تقوم بالمطرقة بطريقة قوية وهذا الشيء كان مرة غلط لانه على طول بيهزها دفلي شوي 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 شفت شفت أخر 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 أنا جاعدة أطلع على البرة يا ماجد ماجد كان متخيل انها تطيح في أي وقت لا ما تطيح اللعبة بالطريقة هذه طول ما احنا قاعدين نمشي صاح طول ما العواميد اللي جالسين نسحبها قليل لا 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 بطيبي كده كده بشوي ش وين التاء التاء وينو هاي التاء هنا بقي لغاء وراء بغين وراء بس لا لا مفروض ما سحبنا اللي بجنبه أبداً كنا نفو زماني كده بطيح ما فيها كلام عرفنا إنه لما جيت أسحب الراء ما في بجنبه ولا لوح لا لوح واحد أساسي يعني لو سحبت حرف الراء راح تسقط ينفع ما الدب بديت طريقة سقطت المجسم بيننا من جديد وعرفنا استراتيجية أمان هاذي؟ ايه هاذي؟ 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 استماماً هذا ايه استماماً اسمعين لحسن انا شااة هنا تحت فراغ هنا تحت فراغ و هنا في امان هنا فراغ صارت ليت خطط ميلة صارت ليقات لك اسحبوا من هنا شوفوا من هنا هاذي أحفوال هذا ليس في أفضل، فأنتبه سراتيجياتها أهدأ ولعب هذا الصف، عد واحد، ثلاثة إلى أن توصل هنا ألف هذا شيء؟ لا يا الله، هتفقشني أنت لاحظة، كمان، كمان دفن عندك هتطيح دعيها، دعيها، هذا يجب حرفي لم أتوقعت أنه سيمسك الهامر وهو بس يلعب لوحده ولكن أسألني هل هناك حرف أو لا؟ لم أتوقعت أن اللعبة كلها هو هناك قطعة هناك قطعة لأن هناك قطعة لا يوجد أمال رأيها قطعة رأيها ماجد، دقك، ترني بهزها يلا، تكمل، كمال ماجد، أعطي هناك قطعة هناك قطعة طقب خفيف، كأنها عملية جراحية فدقة كان جداً فيها عالي، والهدوء كان جداً نون؟ نون؟ نون قاعد يهز، قاعد يهز، ما عليكم أهلاً، 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 أهلاً أسحبني بهمني السرعة، ما كان عندي وقت أصارح عليها أن أسحبي أسحب، أسحب، أسحب ماشي، صح طيب؟ نون، أسحب، نون، هوا، إلينا المنطقة اشتركوا في القناة 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 مرحباً 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 يوم مسكن اليوم تميم كان طفل جداً جميل وتصرفات جداً حلوة ورجع لها لسالة المغانم الله يفقه إن شاء الله لها مستقبل توقع الولد هذا كثير جداً جريء ما شاء الله عليه بعد الفاصل حيو القائد حيو حركات قديمة حركات تصوت وضد فيلم الهلم لا 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 صلاة اطلع مارت أنا من قلبي بالناس لو أبغى ألعب قربنا على النهاية وبدأ العد التنازل كنت مرة متوترة شئ لهم نايف حصيت في هذه الأشياء يمكن أن أعطتني طاقة سلبية ما خلتني أنه أنا أشتغل زين قبل الفاصل غرناطة نكتب غرناطة نايف هو كامو صر يلعب لوحده غرناطة ايه ايه استماماً الجانسة جداً الجانسة جداً سقطت المجسم ما سمعت صوتكم أبداً كم خلستوا اللعبة في وقت جيد جداً ما كنتم ركزين أبداً اندهارت ما لش ما نعرف النتيجة دي حين خلاص خلوه زي دايماً بقدر يقول البقاء للأقوى بس أنا عرف إن اللي خرجوا أقوياً هالا استراتيجية خاطئة من البداية إنه يطلعون الأقوى ويكون الأضعف بس إنه ممكن واحد منهم يفوز حسيت إنه مرة غلط أتوقع إنه خرج الموضوع عن المنافسة البحتة هذا صار موضوع شخصي وصلنا إلى انهيار وصلنا إلى تحت الصفر يعني خلاص هذه بحد ذاتها كأنها طار تسكينها في الظهر من فين جبت القهوة؟ صباح الخير صباح الخير صباح الخير دعنا نجلس على كرسي القائد حي القائد إن كان القائد يطلع اليوم خلونا يستغل الكرسي حي القائد صباح الخير صباح النور كيف حالك؟ كيف الصباح اليوم معك؟ جيد كيف حالك؟ كيف حالك؟ أين قائد؟ أين قائد؟ أين قائد؟ كان المود عادي بالنسبة لنا كلنا كنا عارفين من اليوم اللي قبله إنه في تحالف صاير بين صلاح والريد تيم أصرعت إنه يروح ماجد يجيب الفطور عشان أنفرد بصلاح أعطيكم كلمة يرجع أنقراره يعني صلاح وش تتوقع النقاط اليوم؟ منصالحنا أو منصالحهم؟ ما فرقت حتى لو طلع واحد مننا اليوم هايبقى اثنين فريق الأحمر ماهو منسجم إحنا كلنا منسجمين شوف تحكي على البنانة من قتل أقسم لله نحفانة أمس قصت وزني تسعة وأربعين في دمون بهايك جاند جاند بسم الله أسم الله عجي أفضل عندكم عادي تعزموني يلا أنا شيل الصغير لدي شيل حقنا الكبير أمسك أنا شيل الصغير لدي شيل الكبير ده حين أجيب لكم ده حين أجيب لكم ده حين أجيب كوا أعسست بأحد يرى ما شاء الله تبارك الله عليك جنتلمان جنتلمان تضمن ما يكون ماجد متحالف معهم؟ ما أضمن أي شيء في هذا الوقت اللي بيتحالف معهم أبداً ما منصالحه كنت مخطط مع نايف إنه نصوت على ماجد أول ما تعجبني شخصية نايف لكن أقدر فيه إنه صادق لو قل لي شيء سينفده أنا أجيكم ما تبغون يعني؟ روّق الصلاح ما سيجي الله يوفقك أجيبه مرحبا مرحبا والله أتأخرتي مرة ماجد كان معايا الله أتمنى تجده ماجد يقول إنه إحنا لما نخسر حركة قديمة لما خسر بطلعه حركات تصوته ضد الفيلم لا 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 شفت أنت كيف نتنشين أنا خايفة من اللعبة اليوم لأنه فيه موضوع هنا صغير لا قال له وخسرته أنا أجي فريقكم لأن صلاح ما حييته حتى ألعبها بكيفه هو ميلا هذا السلسات كبير لي لا يمكن أن أسمح بهذا الشيء تماماً يصير أبداً فشيء طبيعي سأكون جداً صريح مع أبوض أطول ماجد هذا هو لأنني ذاكرة مليون بالتحيان بالتحيان مليون أستفيد منها رزائي يا كريم أنا قهوتي صح شفلو سمحتش أخرطي قهوتيك طالع موك عنك 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 كل ما شرع عنك عزبي الله عن الأرض فاضح فاضح شرمها صلاح نطلع ماجد أبشي شعطك هوا صلاح نطلع ماجد صلاح تعبت تعبت باختصار شديد شخص مقابل ثلاثة مع أي مصد شخص أنت شايف كده أنت شايف كده لازم أخوص صريحين لا هذا ليس صراحة أنت مستخدمت لماذا تزعلين لما أقول لك لأنه ليس صدق اللي قاعد تقول أنا من قلبي بالناس لو أريد ألعب طيب أنت يكفيك أنا متحمسة كثيراً بالعكس أنا قاعد ألعب وسطني مرحلة صلحني كان يعارضني ما يتقبل مني مش واثق فيي أنتي تفهمي لما يكون واحد صريح معاك أنه يحب أيوة صريح معايا هذا يسموها زي بهايند السينز هذا الصراحة لكن أنت في وسط اللعب تحبطني أحبط كيف؟ أنا ضربت بخشبة أيوة خلونا نشيط حالنا قد ما ندر طيب سؤال خير مساعدة نطاجة طيب ما أدري أحب أستشيركم المرة دي أنا أقول مساعدة أنا أترك لكم القرار والذي تشوفوا أنا معاكم طيب يا الله خلنا نفطر واليام التصويت عناي بعد ما نفطر نصح صح شوية نفطري اليوم بلاشي بدون فطور لأنه من جد أخذي لك طاقة عشان نحتاجك معي في التحدي قرر أن يقفل الموضوع ويكمل فطور وأنا قررت أنه عشان ما يبين أنه نحنا متنشنين مع بعض أمشي له هي ونلعب بطريقته لا طالع لي نايف اللي بيطلنا اليوم نعم نعم وكل دحن مادة تحت وجهاني موسيقى 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 قربنا على النهاية وبدأ لعدة التنازل قبل ما ندخل بتفاصيل التحدي أريد أسألكم فريق الأحمر كم تتوقع فريق لازرايك حصل في مهمة أمس؟ يمكن نتيجة كاملة لعلامات كاملة أو متقاربة بين فريقنا فريق لازرايك كم تتوقعون الفريق الأحمر حصل؟ أعتقد متقاربين بعضنا من يتسعى قلت لكم أنتم في دامول تعلمتم أشياء كثير واحد هذه الأشياء اللي هو صبر صبر عشان كده أظاركم تصبرون أكثر إلى نهاية الحلقة تسمعون نتيجة المهمة مع نتيجة التحدي في النهاية هذا الشي يعني بالنسبة لي مو مرة كان فارق كثير ما أنه كان معطيني طاقس هلبي كشخصية مود أنا ما عندي صبر ف شو يحفق عصابي راح أطلب منكم المجازفة قبل التحدي إما شراء مساعدة أو مفاجأة مجانية نبدأ مع الحكم تفاجأ تفضلي و لا تقرأينا ماذا تختارون؟ مساعدة تفضلي ممكن تفتحين تقرين لنا وش المفاجأة مجانية آسف لأسيات أنكم متحدة في الرسم نازم تنتبه سوف نبدأون التحدي بعد خمسة دقاق من بدل فريق الآخر أكيد نكون قبلنا بخمس دقاق يوتر لأنه هم ثلاثة الجهد مضاعر ميلة تقرين وش يشرعنا مساعدة حصلتم على إضافة في رأس المال للتحدي بعد شوية لما أقول لكم التحدي راح تفهمين وش يعني شراء المساعدة اللي طلع لكم ما شراءكم في القيمات قرص عقيلي ولكليجة كأكل أنا أحبها كأكل تحدي أنا ما أعرف شذا الكلام تبذلي بشذا الكلام أبدا دا كل هذه هي أنواع من الحلاء السعود اللي عليكم في هذا التحدي راح تستلمون كمية كبيرة من الحلاء ومعدة للتغليف ومع ستاند لعرض الحلاء ومعها صينية للتجول والبيع على كل فريق فيكم إنه يبيع أكبر كمية ممكنة لكن يبيكم تبيعون وتسترددون راس المال ومعها ربح راس المال 750 ريال مدة التحدي ساعة وحدة بس راح يشرح لك وش وشراء المساعدة راح تجيك كمية أكبر من الحلاء أكبر من الكمية اللي جات لطريق الأحمر عشان تقدرين تطلعين راس مالك وربح بشكل أسعى واضح التحدي بالنسبة لكم راح راح أطلب منكم الآن تتوجهون للستندات تزيلون أقراضكم تبدوون بالبيع بعد ما تسمعون الإشارة الصوتي أتمنى لكم التوفيق تحدي اليوم هو النقطة الفاصلة لنا وأول مكان عبارة عن ماركتينك وتسويق ومن هذا الكلام كنت أقول فعلا أن هذا اليوم هو يومنا بمعنى كلمة يعني يا نكون يا لا نكون بقت عندك خلي عندنا عندما تبيعها أطول لما وصلنا عند الأكل قلت لهم كلنا راح نعربي في البداية ونبدأ نغلف لاحظت السيناريو اللي كان يسوي ريان قاعد يكرر وصلاح مو عارف إشي يسوي يعني أكثر قيم يمكن ما يحتاج استراتيجية هل تعدي؟ لا اسمع خلاص خذ الأغطية وتعي الغطية اللي هنا أنا أعبي أعطيك لا تتوتر نحن نبغى وقت قريب نظام نرحب إياها سلح إن شاء الله طول ما إحنا وقفين في الخمس دقائق حاولت أتكلم مع نايف أنه روّق اللعبة دي لعبتي أنا حعرف أدير لكي خمس دقائق إياها الساعة طويلة ساعة يلا هانا شبية تربي تطيح في الأرض مشكلة بكتل توصف آه تشوفنا مقيمة الصحة الواحد بعدين بتلافس تلافس لا بساعدك أو شيء أحدة أو واحدة واحدة ثارثة معنا واحدة تحدي اليوم فعلا أول ما بدناه ما كان عندي أي فكرة من فين أبدأ وفين إنتي لأن المبلغ كان جدا كبير أنا أخذ اللي يحتاجه الصغير كثر مني تفاجأ أنه صلاح جالس ياكل يعني أوكي خضنا حبة كلنا يعني بس أنه مو ما تعبي يعني أو تكون بطيء في الموضوع مو وقته كنت مرة متوترة شي لهم نايف كيف نايف حيتصرف معايا حيتديني مجال حيسحب مني المجال هذا تعال 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 حطيني هالغراب لو أحد يبه سكر فاودر ترشل من هذا يلا نطالب خمسة خلي ليسعر علي مو لازم مو لازم مو خلص أخذت أول دفعة ورحت عشان حاول أن أنا بيعها كان الوقت كمان مو مساعد كان وقت غدا فحسيت بهذا الأشياء يمكن أن أعطتني طاقة سلبية ما خلتني أنه أنا أشتغل زين بلا آف يلا أتكافي سلحي أول ما بديعت كانت جدا مستصع بالنوابية كنت أروح لنا أشخاص أقول له تبغى تحلي تبغى حلاء حاول فيهم ما في أحد يبغى لا يبغى يقرب مني ولا يبغى يشتري ولا حتى يبغى يأخذ يعطي معاي يارب أحصل واحد مبسوط يبغى يشتري لكمية كلها بعد الفاصل كان في توتر بيني وبين ماجد موضي أمباعث الدفعة الأولى باقي الدفعة الثانية أحد يبغى حالة يا شباب ما حدي بيها القرصان طيب أنت شترت من عندي أرأت مع شر قطعة يعني أوف نادوا صحابكم يالله يالله عايزلوا كنت في الحالة إيه كويس ماشي طيب أوكي دعني أخرج عنك دعني أخرج قبل الفاصل كنت مخطط مع نايف إنه نصوت على ماجد أول كان يعارضني مش واثق فيي أكيد يكون قبلنا بخمس دقائق حصلتم على إضافة في رأس المال للتحدي رح تستلمون كمية كبيرة من الحناء خمس دقائق يحسها طويلة تفاجأ المصلح جالس سياك يارب حصل واحد مبسوط يبغيش تريد الكمية كلها تفضل حيوة خيات قدر من كان كنت حاول بيع الزوار كل ما يتزاهر يتعذر يتوفي يا حبيب ألا وسلم ألا وسلم لا أخاص أتخصصح لا لا خلني سوك خلني سوك خلني سوك كان في توتر بيني وبين ماجد بيعطيني أمر أمرين ثلاثة واربعض طب طبق الحين أوكي سوى أكبر عدد ممكن من كل حاجة ممكن أتكلم معاكم نحظة اشتروا من أي حاجة عندكم من خمسة ريال إلى آخر شي موضي نباعث الدفعة الأولى باقي الدفعة ثانية يلا يلا أنا شغالة كمان هنا تسويق زي ما يقولوا لعبتي اشتغلت فيها كأني مبسوطة مش كأني بتحدي 9-10-11-11-11-11 أوكي شكرا شكرا الناس اللي قابلتهم كل أحد مختلف عن الثاني في اللي تعاونوا مجرد ما سمعوا كلمة حال الشاب السعودي على طول قل قالوا بنشتري عشان ندعمك وفي اللي اشتروا عشان مجرد انه تريب الموضوع انه أنا شاي لحالة وقاعدة أدور فيه أبيعة بأسعار رخيصة بالله شاعد الله يسو الله يسو السلام عليكم يا شباب كيف الحال أحد يبغى حاله يا شباب اخطت مطاعم وقفت في النص وصرخت عليهم كلهم كان يقول لازم أسوي أي شيء علشان أجذب الانتباه أغلبهم كان مفجوع يعطيك ألف ألف عافية ناخر منه فلوس هو مصدوم ونطبع منه عنده وباقي مصدوم وكيدا نظر أكسب بأي شكل من أشكال سوي قرصان ما حدي بيها قرصان اي اكل جوان اطبط تريتش خاص 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 لا 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 سوّك 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 لماذا؟ كان يقول لك اذهب سوّك أنا ما عندي مشكلة لو كنا اتفقنا على كذا قبل تعال تعال بسرعة ساعدت بأت هذه في بنت شترت من عندي 12 قطعة يعني قرصان كامل هذه الفرصة الوحيدة اللي كنت أقدر أثبت فيها نفسي كمتنافسة فكنت أحتاج أنه نايف بس لو شوية يعطيني الثقة عشان أنا أوري أني أنا أقدر باطلة طبّل أصلا عليها يعني ترى فوز فريق رحم فضلان عم جيب أصحابك سوي تلفونا يو نايف عبّي عبّل أكلم الناس رحبت في الزباين قدّت بريف مرة بسيط وأقدر أعطيكها بشير وأعطيكها بسكر وهذه بريانين وعندك هذا قرصان عندك هناك لاجة بعد حواليّي مرة كتير كانوا يتقبلوا ويجوا يشتروا مني في ناس حتى ما كانت ترضى تاخد اللي هو باقي فلوسها تقول لي أنه خلاص هذا دعم لكم كل يوم ور علينا أنا أكيد في مهمة نحتاجة فيها نادوا أصحابكم يلا يلا عايزينوا كليجة بعشرة ثلاث حبات وقرصان عقالة بخمسة والقيمات بخمسة يمكن كانت برضو من الأغلاط اللي أنا سويتها أنه أنا قللت الأسعار بزيادة عن لازم الناس رفضوا بحزم وحسيت أنهم يعني حرجوني عندنا القيمات عندنا كليجة أول ساعة أهدرت أني أقول في الناس قراء تحدي ساعدونا اللي تدفع عليه ادفع ساعة أخرى وبدأوا يتقبلون يمال الله ينزفع يمال يمال تسلم يمال 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 تسلم يمال 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 تقدر تحليت ممتاز ممتاز طلقت بكل عفوية بكل جرأة ما بقيت ولا أحد اللي لازم يشتري بالطيب بالغصف اللي لازم يشتري الحمد لله كنا نركض فوق وتحت ودينا هدية لك تدسي الهدية أخطر أي شيء مجان خلاص قابلت مجموعة بنات قالوا لي أوكي بنشتري منك بس بنصرف دفعنا البنات اللي قبل شوي اللي قالوا بيشترون مني طرحت لهم الفود كارت ما لقيتهم فجأة أختفوا نونو نونو تعالي 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 حياك يا عم تعالي الحمد لله كانت حركة يدي خفيفة في أني أنا أعب الأكل وكيف أتعامل مع الزباين أنا نصلت لأن الزباين يضحكوا معايا هذا ساعدني كثير خلنا ندبي للسعر الله رضا عليكم خلنا نفوز طب إذا فستي لي أختي أول شيء ما بداين بأخذ عيالك لعبهم في الليل سلام عليكم كيف الحال؟ أجيك؟ تجيني؟ تعالي من هنا مهنو هنا مرحبك تعالي مننا يلا يا هلا ومسهلا تعالي باختصار سم حنم تحدياتك مين يبيع أكثر يفوس تدعمنا؟ تدعمنا مرحبك؟ ما أعدمني؟ يا عين يا هلا تكل على الله هناك شخص اعتذر بالصرافة كانوا يريد تهرم مني كنا قريب من الصرافة لم أرى وقلت له من الصرافة قريبة مني هذه موجودة مهورا لكنه كان يقول نهار مهورا شكرا لهذا الرجل بذلك يدي خاصة تنكسر تعالي حلي معنا تعالي حلية جيدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحد ثلاثة أربعة خمسة أماكن معي كنت أحاول بكل ما أتيت من قوة استفز الفريق الأزرق أعد القيمات والإنبيعها كنت أرفع صوتي بقي إذا كان هذا الشيء زعل أنا جدا مبسوط ستة بزاز بلست سبعة سمان تسعة عشرة أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة سمان السلام شكرا لك يلا بطبي قل عافية لك يلا بلعافية عليك وسلمني على المنتزل خرقوا في القناة أنا لازم أفوز أنا لازم أفوز أبعطي كل خشمك شكرا لك شيري أنت وصحبتك وصحبتك الثاني بـ 15 ريال أدعمين أنا سمحت وانت بيت روح يتخرج المخرج حق يكمل هنا أبداً ما تيجي هنا هو برنامج تنفيزوني علاقات سبي سي مع اني ماني قوي في التسويق برضه حاول تقوم بيطلب مننا عرض كل اللي عطاهاه لبخمسين لا لا ممكن اعطوه لا لا هو هو فهمنا هو فهمنا حسيت إنه مجحف لكن خمسين أحسن من وأنا بربعة و ترثي أعطي 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 كريمة كم تقدس دعمنا؟ كم تفهم أخذ شيء آخر لكي نشعر أننا لا نضطر نادي أحد تعالوا بسرعة أنا ضحكت كثيراً أنا ضحك أكثر مني أنا موضي لم أقصرت عملت عمل جداً جبار رأيتني أخذك 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 أتساعدين خمسة وتسعين كم سرطت سبعمية الأولى ستمية أخذك خلص، بعدها بعدين رمعون كاتنا عدها سريعاً أنا عدي سريع بسرعة أول شي عدنا فلوس أنا وموضي جداً سيئ خبطنا الريالات مع العشرات والمئات مليات، تسعة عشرة كنا محوش، لعبنا بدمنا، لعبنا من قلبنا عشان نفوس انتهت التحدي وعارف أن كل واحد فيكم يبيعرف النتيجة أم سألتكم ماذا تعلمتم من البرنامج؟ قلتوا لي تعلمنا أشياء كثيرة ومن ضمنها الصبر اليوم رجعت وسألتكم نفس السؤال وأكدتوا لي أنكم تعلمتم الصبر عشان كذا راح أطلب منكم أن تتصبرون أكثر أصبروا زيادة، توتروا زيادة بنرفزكم زيادة المشاهد والأول مرة عارف النتيجة التي جايزة تشوفها قدامها الآن لكن أنتم إلا بعد ما تتجهون الغرف التصويت أنا بيعرف بكل صدق مين الأربع أشخاص اللي تبونهم يوصلون للحاقة الأخيرة طريقة جديدة في التصويت أنا حبيتها في مجال أبين رأيي مين أنا أبغى يخرج من فريق الأزرق في غرف التصويت راح تشوفون ظرفين كل ظرف يحمل لون فريق راح أطلب من كل شخص منكم يصود ضد الفريق الأزرق في حال أنه خسر الفريق الأزرق يصود ضد شخص من الفريق الأحمر في حال أن الفريق الأحمر خسر فضل غرف التصويت موسيقى لإبعدي انتظر إداات uno لا تحقيق لما تحقيق ترجمة نانسي قنقر تحاول لي خلي صلاح حليب وغالباً أنا اللي بطلع وراح أفتح كل ظرف وقرأ الأسمان الأسمان اللي حاصطين على أعلى نسبة تصويت من كل فريق راح يكونون بدائرة الخط وراح أبدأ مع الفريق لحب موضي نايف نايف أنا وصوت كنت متوترة وخايفة وممكن كنت راحبك إذا خرج نايف أنا ما أبغى تنافس نايف نايف خطوة لقدام مرحلة انت قدمت على مرحلة الخطر أكيداً مكان ما ما حد يتمنى أنه يكون فيه بشكل تهديد كبير جداً عليك تكون في مرحلة خلاصًا فارق صوت هو ليقلب الكفة وحروح فريق لازرق صلاح ماجد صلاح ماجد 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 خد خطوة لقدام لما تقدمت قلت فت وشفت ميلا كانت مضايقة وكان هموم الدينة في أقراسها أنا بالنسبة لي مبسوط هي راح تبقى وهي اللي راح تأخلي إن شاء الله مركز الأول وتعطيهم درسي إن شاء الله مجرد ما تقدم ماجد الجنبي أنا أعتبرني كسبته واحد فيكم راح يجي معنا الحلقة الأخيرة واحد راح يكون خارجا ملافسا جاهزين للنتيجة جاهزين الشخص اللي ما راح ينتقل معنا الحلقة الأخيرة هو ماجد كانت صدمة إنه اسمي ما طلع كانت صدمة إنه أنا ببقى مع صلاح في الأخير كانت صدمة الأعظم إنه طلع ماجد من الجيم كله فريق الأحمر أنت اللي يفزتوا بحلقة اليوم بالنسبة للمهمة فريق الأزرق حصلتوا على ثمان نقاط وشرأت مساعدة اللي قيمتها نقطة أصبح رصيدكم سبع نقاط فريق الأحمر أمس حصلتوا على سبع نقاط ومجازفتك موبي كانت في محلها بالمفاجأة المجانية فريق الأزرق هذا يعني إن الفريقين بدأوا تحدي اليوم بتعادل فريق الأزرق في تحدي اليوم وصلتوا على صفر والسبب إنما وصلتوا الراس المال وكان إجمالي مبيعاتكم ستمية واثنين وثلاثين ريال وهي أقل من الراس المال وهو سبعمائة وخمسة فريق الأحمر على الرغم من أنكم بدايتوا متأخرين خمس دقائي قدرتوا تتبعون قيمة 812 الإعلامة النهائية فريق الأزرق سبع نقاط وفريق الأحمر ثمان نقاط ونص الحمد لله أخيراً فوزنا بعد خصائر كثيرة هذه بداية جديدة لكي نختم الشوب بفوز للفريق الأحمر سواء كان لنايف أو كان للمون ماجد أنت خارجي من عفز ماجد من أكثر الشياء اللي كانت تميزة إنه كان حرفياً يلعب بشرف شخص متعاون شخص قوي من الداخل قبل ما يكون قوي من الخارج خروجه ممكن يكون بالنسبة لي نقطة ضحف فريق الأحمر مبروك عليكم الفوز في حلقة اليوم ما يبارك فيك إن شاء الله هي اللي فوزتنا اليوم موضي ما شاء الله عليها بمناسبة فوزكم بهذه الحلقة في هدية لكم في آخر ولي متعشى قبل الحلقة الأخيرة مبروك عليكم وبالعافية مبعدة ما يبارك لكم جداً فخور فوز هذا اليوم وأكيد أنه اليوم فعلاً كانت لعبة موضي أدت اللي عليها وزيادة استحق الفوز فعلاً موضي ونايف وصلاح ومينة متواجدين في حلقة الأخيرة واحد فيكم كل راح يأخذ نصف مليون ريال وصلت للنهائيات باقي ثلاثة أشخاص كلهم حيطلعوا إن شاء الله يتهنوا مع بعض ضرر أنا مكمل للجائزة ما في أحد فيكم وصل هذه المرحلة إلا أن أقوم حتى لو ما كان هو الفائز النهائي يجب عليه أن يكون فخور بنفسي الوصول على المرحلة فخور بنفسي أني وصلت للنهائيات سواء كان بالحظ أو كان بجهد أنا فخورة سألعب بشرف في المرة هذه ليس هناك حال أنه صارت حالفات أو لا دائماً كنت أعتمد على نفسي وأكون الحالي وعادي ما فرق تذكروا دائماً ثق فيك وثقة كبيرة أنك تفوزين ما تزول وأمن فيك كبير السلام عليكم في الحلقة القادمة من دامون أنا وسهلة فيكم في الحلقة الأخيرة ما أصدق أنه هذا اليوم الأخير تؤثر عند الكل خلاص إحنا بمرحلة ما حد يقدر تحالف ضد الثاني إحنا الحين يان فوز ياي فوزون ياي قوة عندي رح ألعب فيها رابح واحد رح يكسر كل الحواجز يكون أول من تطع رجلة خارج غرناطة مول واحدة جداً إن شاء الله رح أفوز الموضي تعتبر محاربة حقيقةً بدون مجاملة وحنا راهنا لهم إنها رح تجلس للنهاية إن شاء الله رح تفوز بإذن الله تعالى إنها جديرة رح أشوف من كيفهم رح ياخذ نصف مليون ريال تمنى إنه أكون أنا الأول أي أحد حيفوز من هدية عوافي يكفي إن إحنا كلنا الأربعة وصلنا إلى الحلقة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر